فاكرين فيلم جعلوني مجرما للفنان فريد شاوي الفيلم ده من سنين طويلة جدا فريد شاوي كان بيعالج بيه موضوع السابقة الاولى سلطان دخل السجن وخرج من السجن عشان يشتغل معرفش يشتغل كل ما يروح مكان يواجه بسبقته الاولى المجتمع لفظه وبقت الامور صعبة عليه وعشان كده اتعدل القانون ساعتها وقلغية السابقة الاولى عشان ندي فرصة للخارج من السجن انه يعيش انه يتعايش يندمج جوه المجتمع وخلاص قد عقبته ده اللي حصل بالزبط مع الفنانة مونة فاروق مونة فاروق طلقت بالفيديو اسبوع ده وكانت بيبكي فيه واتكلمت عن حالتها بعد خروجها من السجن وقالت انها مش لقيت تشتغل ولا لقيت عيش وعايزة تعيش والمجتمع بيعاقبها ده ازدواك في العقوبة مونة فاروق اتعقبت جينئيا اه اتعقبت النيابة وجهت لها تهمة وتعقبت عليها اذا العقوبة تمت النيابة تمثل المجتمع وهنا مونة قضت العقوبة بتاعتها وخرجت يجب على المجتمع خلاص انتهى الامر يدي الفرصة تعيش مين فينا مغلج ده ربنا بيخفر كل الزنوب ليه احنا بيعينا مجتمع قاسي كده ما بنخفرش وشمعنا مونة ما حصلت كتير نرجع بالذاكرة الورا شوي جرائم النوعية دي كتير كانت موجودة في المجتمع المصر وانتهت وخلاص حتى اصحابها عادوا لمهانهم العادية واللي شهرتهم تاني ليه مونة وصل بيها الامر لده هنا تطلع تهدد بالانتحار او تقول انا هنتحر انا مش لايشتغل انا مش عارف اعيش انا مش ارجع مؤسرة تاني مش مهم بس اشوف اي شغل اشتغل اي شغل ليه احنا بقنا مجتمع قاسي كده ليه بقنا ننصب نفسنا جلدين ليه بنعاقب الانسان على غلطة قرية يتعاقب عليها خلاص الست دخلت السجن وقضت عقوب سيان كانت مظلومة عملت هزا الجرم ما عملتوش لكن في النهاية في حكم محكمة في تنفيذ للعقوبة خرجت انتهى الامر ما هو السجن تصليح يعني لتهزيب واصلاح الست عرفت غلطتها انتهى الامر لكن احنا مصرين عندنا اصرار رهيب ان احنا نعاقب الانسان وده انا بقوله مش عشان مونة بس انا بقوله علشان كل واحد دخل السجن وخرج هيعيش حياة كريمة ما هو انت بتدفع الشخص يعني خليني اقولك وانا النهاردة ممكن تعمل ايه ترجع تاني تعمل اللي كانت عملته قبل كده عشان تعرف تعيش فاحنا ندفعها كل الدفع ناحية ارتكاب خطأ او جريمة ممكن تفكر في الانتحار فتنتحر ثم نعود ونقول ليه مونة انتحرت ليه بنعمل كده ليه احنا مصرين دايما على ان يكون هناك عقوبة مجتمعية ليس لها محل من الاعراب طب العقوبة القضائية اتعملت ليه هو السجن اتعمل ليه مش عشان الناس لما تغلط تتحاكم تصدر احكام تنفذ تنفذ زيل احكام في السجون يخرج ويعيشوا فوسط الناس طب الله طب ما السابق الاولى تلاغت ما حدش في حاجة اسمها السابق اولى حقيقة انا بدوم صوتي لصوتي المتعاطفين معاها يا ريت خلاص الست دخلت السجن وخرجت تقضي حياة هتعيش تشتغل لو كانت منقفلاتت من الاقاب كنت انا هنا في البرنامج ده هقول لا تتعاقب تتحاكم تتحاسب لكن اذا ما هي قدمت الدريبة دفعت الفاتورة يعني فاتورة غلطتها ما يجيبش دفعنا مرتين وإلا ده يبقى اسمه ازدواجي حقيقة يا بناشد المجتمع المصري احنا كنا مشهورين بالرحمة والتعاطف والحقيقة احنا بقنا غراب قوي احنا احيانا عندنا ازدواجي نتعاطف مع امر ولا نتعاطف مع امر اخر مع ان الاتنين يعني بنكيل بميكالين كده يعني بنكيل بميكالين تلاقي الناس مثلا فجأة لما مطلبي المهرجانات طلع لنا برشتات كلهم وكل واحد طلع بقى اللي كان اللي عندي مش عارف ايه اتعاطفنا يا جماعة دو المرضى واحدة تانية قضت عقوبة وخرجت مش عايزين اتعاطف معاه وصلناها لدرجة تطلع على اللايف تعمل تقول انا مش لاقي اكل مش لاقي اعيش عايز اعيش فمن فضل حضراتكم ادعموا هنا تروق ادعموها خلها تعيش ادعموها بشغل ادعموها بشغل ادعموها بكلمة ادعموها ببسط لان الحقيقة طالما الانسان قضى العقوبة اللي عليه خلاص يجب على المجتمع بقى ان يرحمو خلينا الرحمة تبقى فوسطنا يعني ونتعامل بيها